تصريحات مثيرة للجدل بشأن وجود أصول تعود لآل بيت النبي محمد للأسرة الملكية في بريطانيا مرة أبضوا على واحد من آل هاشم فأرغموا علينا تنصر وقيل إنه ده جد الملكة جد الملكة إليزابيس وتكتب فيه كتب جد الملكة كان من آل هاشم من آل النبي التصريحات التي فاجأت كثيرين أثارت موجة ردود أفعال قوية في مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما دفع مفتي مصر السابق لإعادة تأكيدها من جديد إخوانا النابتة هاجموا هذا الكلام وهو كلام موثق وله تاريخ وتاريخ معقد ولذلك أتيت بالروابط والكتب الإنجليزية والعربية لأنه فيه بالعربي وفيه بالإنجليزي في هذا المكان ليشرح هذه النقطة البعض أرجع هذه المزاعم إلى مراجع تاريخية غير موثوقة في عصر الدولة العبيدية تم الزج ببعض المغالطات التاريخية وخصوصا حول الأنساب الشريفة المباركة من آل البيت رضي الله عنهم وأعتقد أن الدكتور علي جمعة استقى هذه المعلومة التي يروج لها الآن أن الملكة أليزابيث تنتسب آل البيت من بقايا هذه المعلومات لكن جهات متخصصة في إثبات النسب لآل بيت النبي تقول إن إجراءات معقدة يتم اتباعها لألا يكون هذا المضمار موضع تزوير تحقيق النسب عندنا في النقابة الأولى بيتم عن طريق حاجة اسمها مخطوطات أو مشجرات العيلة هذه المشجرات بقالها أكثر من 200 أو 300 سنة بتيجي أن المشجر نفسه فيها ما بين 37 و 39 اسم بنبحث الأسماء ونفرغ الأسماء ونشوف هذا النسب ينتهي إلى فرع من سدن الحسن أو سدن الحسين مختصون في الحضارة الإسلامية يقولون إن انتساب بعض عائلات النبلاء الأوروبية لأصول عربية وارد لأسباب عديدة ما قاله له أصول في التاريخ الإسلامي ذلك أن الأشراف من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من أمناء الإمام الحسن وإمام الحسين تعقبتهم يد الأمويين ويد العباسيين كي يمنعهم من المطالبة بالخلافة ولهذا فروا بعيدا عن زراع الخلافة إلى بلاد المغرب العربي ووصلوا إلى الأندلس الكثير من الأقاويل تتردد حول انحدار عائلات أوروبية من أصول عربية وربما هاشمية إلا أن تأكيد هذا الأمر في حاجة إلى بحث مستفيد في مثل هذه الكتب علي جمال الدين بي بي سي القاهرة ترجمة نانسي قنقر